بعد ساعات من البحث بين أكوام النفايات المنتشرة قرب مخيم غيث ورحمة يعود غانم المهجر من ريف حمص الشمالي بهذه الأكياس لتأمين شيء من الدفء ولمواجهة برودة الشتاء إلا أن مخاطر جديدة بدأت تصيب أطفاله مع استخدام هذه المواد كالأمراض التنفسية والجلدية التي أصابت أطفاله والله ما فيه إدراء لو فيه أنا ما جبت كياس ومرت أولادي وعرضت حالي لهذا يعني أنا عندي ابني إذا بشوفي كياس كل جسمه متحسس من وراه الكياس الوسخة والأناني يعني كلهم جرسمة وتعرف أنت الأوضاع المكبة كيف يكون عندي الطفلة هي التهبة صدرة وحلقة وهيك من وراه الرويح الدخنة الدخنة كلها وجغام أسود وعندي الأطفال كلها ليك متحسسة من وراه الشيء هذا وما عم بقدر يعني يعني ما فيه إمكانية أنه جبلون تدفي أو شيء غير أني إطاع المكبة جبلون كياس انتشار واسع للأمراض التنفسية حيث يشتكي كثير من الأهالي من آلام في الصدر أو البلعوم ومن سعال جاف ومن بين المرضى عدد كبير من الأطفال الحديثي الولادة زرنا مشفى الأطفال في إدلب للإطلاع على المرض المنتشر لا شواغر في معظم المشافي المختصة بالأطفال وبدأت مناطق إدلب وخاصة المخيمات منها تسجل تفاقما بأعراض مرض الربو والتهاب القصبات المزمن الإنسدادي بسبب استخدام مواد غير صحية للتدفئة منهم بيتدفوا على الأحذية منهم بيتدفوا على البيرين ومنهم بيتدفوا على الفحم وهذه صراحة أدت لتلوث بيئي وأدت إلى تلوث داخل المكان اللي بيسكنوا فيه هالناس فأثرت بشكل واضح على الجهاز التنفسي لساكنين هالمكان الشغلة الثالثة يعني التوقف الدعم عن أغلب المنشآت الصحية عن نسبة كمان ما بيستهان فيها من المنشآت الصحية اللي كانت فعالة على الأرض أدى إلى زيادة الضغط على المشافي الأخرى قلة مشاريع التدفئة في مخيمات إدلب دفع الأهالي إلى الاعتماد على الأراضي الزراعية المجاورة ومكبات النفايات فهي الحلول المتوفرة بين إيديهم في الوقت الحالي لعل الجهات المعنية تتدارك الوضع الصعب في هذه المخيمات صعوبات وتحديات تواجه قاطنين مخيمات شمال إدلب من انتشار للأمراض التنفسية والجلدية وما يزيد الأمر تعقيدا توقف عدد من المشآت الصحية في إدلب بسبب الدعم إبراحيم سوري تلفزيون سوريا ريف وإدلب الشمالي